عن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية محاور نقاشنا ستكون كالآتي نظام جديد للنقل بالسكك الحديدية هل سيودع الجزائرين مشكلة تأخر القطارات كذلك سنتحدث عن نقاط تقاطع السكة الحديدية مع الطرقات ما المنتظر وكيف ستتم إعادة الهيكلة كذلك الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تسطر برنامجا خاصا للرحلات عبر 48 ولاية وهذا تحسبا لعيد الأطحى المبارك للحديث عن هذه النقاط يحضر معنا فيلو ستوديو السيد سمير جعموري مدير نقل المسافرين على مستوى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مساء الخير سيد سمير مساء الخير شكرا للدعو شكرا لك بداية نتحدث عن النظام الجديد الذي سيدخل حيث الحدمة بالنسبة لشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كيف سيساهم من جهة أخرى في إعادة البرمجة والهيكلة نعم نظام الجديد هناك الشركة الوطنية اللي نقل بالسكك الحديدية قامت بالاستثمار في ميدان الاتصال اللاسلكي اللي هو خاص بالشبكة السككية إذن فيما يخص الاتصالات من أجل تحصيل المعلومات بين الأفراد أو أعوان الشركة قامت بالاستثمار مع المؤسسة الجنبية وهي كابش يعني من أجل إعداد تجارب فيما يخص الشبكة الاتصالات اللي نقول له يعني اسمه لجهة سامار وهذا يدخل يعني حيز تجارب ابتداء من سبتمبر القادم إن شاء الله حول الله إذن أول تجارب قمنا بها قمنا بها في صحراء لأنه إعداد هذه التجارب يعني يتطلب نوع من إخلاء رحالات إذن استغللنا فرصة على ما بين بسكرة وباتنا يعني حتى يعني القاقة سنتينة من أجل إجراء هذه التجارب وهذه التجارب سوف تسمح يعني ب إعطاء معلومة حول يعني سير الرحالات بين أفراد الأعوان الشركة يعني تحصل معلومة أنتان ريال يعني مثلا يكون أنا سيدان أو مثلا يعني حين يكون هناك تأخر في القطار مثلا سوف يكون إعلام شبكة الأعوان يعني يعني يهمهم أمر معلومة حول هذا القطار ومن خلال يعني إعلام أفراد أو أعوان الشركة يعني سوف يكون مباشرة إعلام المسافر يعني داخل وهذه الحلقة المهمة لنجد أن العديد من المسافرين الذين يستعملون القطارات نجد أن عادة ما يصطدمون بإلغاء للرحلات بصفة مباشرة دون أن يتم إعلامهم هذه الأنظمة كيف بإمكانها أن تسير الحركة على مستوى القطارات وما نشهد بعض التأخرات كما شاهدناها الأسبوع الماضي كان هناك توقف ومن بعدها نجد أن العديد من المواطنين بقوا في حيرة من أمرهم لم يتم إعلامهم بأنه سيتم توقف هذه الحركة يعني بشن نضع نقطع الحروف فقط يعني الإعلام للمسافرين ممكن حاليا أخذ وطيرة بطئة ولكن المعلومة ستعطى ولكن بطريقة غير سريعة لمنتظر أن هذا النظام الجديد الذي سوف يحول يعني هذا الإشكال لأنه يعطي المعلومة لأنه التحصيل حتى يعني لشيف دوترا يعني الرئيس تعال القيطار بشي حصل المعلومة من طرف لأنه الحادث مثلا نعطه مثال يصر يعني على مستوى السكة مثلا انقطع في السكة والقيطار يعني يرى يمشي ولكن معنا بالوش هو شرف صار إذن بشي حصل على المعلومة هذه لازم يمد هذه المعلومة للمسافر الكريم يعني على الأقل يكون الحوصلة هذه يتحصل عليها لرئيس المحطة وكذلك يعني رئيس القيطار يكون بدوره كذلك يقوم بإيصال هذه المعلومة وتكون في متناول الجميع يعني في سرعة وفي دقة وهذا النظر لتعداد العديد من الواطنين لأصبحوا اليوم يستعملون القيطار نقص للوقت وذلك حتى يضمن أنه يصل في الموعد المحدد إلى غير ذلك كذلك هناك نقطة أخرى سيد سمير نريد أن نتحدث عليها فيما يتعلق بحوادث القطارات التي أصبحت اليوم عادة ما نشهدها يوجد مشكل فيما يتعلق بنقاط تقاطع السكة الحديدية مع الطرقات وهذا الأمر لخلف العديد من الحوادث التي أصبحت اليوم تدي بعديد الحياة أو تدي بحياة العديد من المواطنين على مستوى الشركة كيف سيتم إعادة الهيكلة من خلال العمل بنظام جديد يخلي المواطنين في أريحية وبعيدا عن هذه الحوادث يعني فقط نبشر أنه مقارنة بالسنوات بالسنوات الفاريطة وكذلك حتى بالنسبة للطرقات يعني السكة الحديدية كان تحسن ملحوظ من حيث الحوادث خاصة في الباساجانيو نانجاردي خاصة كان ممرات غير محروصة الأولوية في الحقيقة نقولها ونعودها الأولوية للحياة في الحقيقة رغم أن القانون واضح قانون المرور أنه يعطي الأولوية للقطار قبل الممر تعرج السيارات العابرة إذن نحن من خلالكم نوصي ونعود نذكر فقط شوية حذر فقط وشوية صبر رح يجنبنا كثير من المشاكل وحفاظ على الحياة إذن من أجل هذا كذلك نذكر كذلك من طريق بصفة أخرى من جهة أخرى يعني قضية الرزق بالحجارة يعني بين المشاكل أصبحت اليوم نشاهدوها في مواقف القطارات بارك الله فيك يعني لتسبب كثير يعني من الأعطاب وكذلك يعني قطع للطريق مما يتسبب يعني في حوادث يعني لنتأسفلها في الحقيقة ولكن رغم ذلك قلنا بأن يعني هناك تحسون يعني ملحوظ من حيث يعني العدد الحوادث بالنسبة للسنوات للسنوات الفارطة طيب سيد سامير ماذا عن السكنات اللي نشاهدوها أنها محاذية لمواقف القطارات والحادث تشهدناه منذ حوالي أو أكثر من أسبوع حدث في مدينة العفرمبي البوليدة بالتحديد وكان يعني نقدر نقول عائلة واحدة فقدت العديد من الأفراد جراء أن السكة الحديدية كانت محاذية لهذه السكنات الاجتماعية لهذه السكنات نعم هو الشيء اللي نتمنى يعني احنا الشركة الوطنية لنقل بسكة الحديدية هو إلغاء كل هذه المعمرات الشيء المعمول يعني في حسب المعايير الدولية يعني النقل السككي أنه يعني يلغيو هذه المعابر يعني سوى يعني يديروا تتريمي يعني باش يعني نجنبو هاد الأخر أما يعني هاد هل هو مسترد من برنامج الشركة الوطنية يعني هناك يعني بالنسبة يعني سابقا يعني كانت يعني عدد الممرات بالنسبة يعني 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 لغينا عدة ممرات ولكن رغم ذلك خاصة مع الهدف هو أننا نزيد في السرعة القطارات باش لتجنب هذا الحوادث أن نلغي وهذه الممرات العابرة يعني تعال العربات كذلك قلت أشرت إلى نقطة كذلك فيما يتعلق بثقافة المواطن لأنه نشوف لما نمر عبر نقاط تقاطع ما بين سك الحدي وما بين الطرقات ممكن أن المواطن يقول لك القطار راه على بعد مسافة من الأمطار وممكن أن نتسرع ونمر عبر هذا التقاطع لكن في الأول وفي الأخير الوقت راه يمر بسرعة كبيرة لازم أن نغتنم هذه الدقائق القطار راه بعيد علي ومن ثم نجد أنه للأسف شديد توقع مثل هذه الحوادث هناك تسرع في الحقيقة الإنسان يصبر خمس دقائق يضيع خمس دقائق خلما يضيع الحياة تنتعو القطار لا يقدر أن يتوقف في كل معبر هذا شيء واضح حتى القانون قلت لك القانون المرور واضح في هذا الأمر أنه الإنسان يجوز في السيارة يطلق أنه يلقى الباريار يفرم للأسف يقول لك نتسرع لكي نعبر ولكن يلحق الأخر وكما يعلم أنه السيكة الحجدية يقدر في أخر مرطة فتح في وطف الوصف ويكون مع الانيك إنسان لا يقدر يتصرف للي لازم يخرج ويقض على الأقل نفسه فيما يتعلق بإعادة وصيانة العربات على مستوى الشركة الوطنية للنقل بسكة الحديدية البرنامج المسطر خلال هذا العام وكذلك الأعوام الماضية إذن قلنا استراتيجية جديدة ضمانا لرحة المسافرين الذين أصبحوا يستعملون القطارات بصفة دورية ربحا للوقت والمسافات كذلك نعم الحمد لله بكفاءة الجزائرية قدرنا نوفر ونقتصد في الميزانية الشركة الوطنية لنقل بسكة الحديدية وذلك بالاستثمار في إعادة تهيئة العديد من العربات وكذلك حتى القطارات على مستوى قصنطينة وبالنسبة للعربات على مستوى الوراشات الموجودة في ستيب العباس إذن في مخطط إصلاح 202 إعدة تهيئتها بالإضافة إلى هذا هناك عدة قاطرات لتوصل حتى 17 قاطرة إلا أن إعدة تهيئتها في المستوى الوراشات السيدينبروك في المتواجدة في قصنطينة إذن هذا المشروع سيوفر علينا من ناحية اقتصادية بالنسبة قارنه من حيث الاستيراد المباشر يعني العتد جديد بالإضافة إلى هذا هناك استراتيجية من أجل إعدة تحديث وتكيف حسب المعايير الدولية وتحديث هذه العربات باش تكون ملائمة من حيث الجودة واللي راح توفر خدمات كثيرة من حيث التكيف التاوية من حيث مثلا حتى في الإضاءة حتى في الديزاين الداخل كذلك بالنسبة للإسياج يعني باش الإنسان يروح في كل إرياحية طيب الأيام نقدر يوم واحد يفصلنا على عيد الأضحاء المبارك كثير من المسافرين يبقى شغلهم الشاغل هو أن وسيلة النقل تكون متوفرة ماذا عن برنامج الشركة الوطنية النقل بسكك الحديدية حتى تضمن أن الجزائر يعيد مع العائلة نتاعه نعم نحن نأكد في الحقيقة ككل سنة نحن مجندين كأعوان وكإطارات في الشركة الوطنية النقل بسكك الحديدية لضمان النقل يعني خلال الفترة على العيد الأضحاء المبارك إذن نحن بدأنا البرنامج في الحقيقة ابتداء من من قبل يعني ابتداء من 17 أوت يعني الجمعة الفارض بدأنا يعني برنامج يعني تدعيم القطارات بزيادة عربة احتياطية بالإضافة إلى زيادة بعض القطارات يعني بعض الرحلات بعض الرحلات ليزدناها كذلك وهذا يعني استجبت للطلب يعني المتزيد في هذه الفترة هذه لأنه قبل العيد الناس تمشي خاصة في الخطوط الكبرى الكبرى تمشي يعني باشتعيد مع أهل تاحا إذن نحن بدناها من 17 أوت حتى ونروح حتى الدخول الاجتماعي يعني حتى التسعة نسيبطمبر 2018 العلم تاحهم القطار اللي كان القطار حادث ما بين الجزائر ووهران كان يمشي على الساعة الثامنة يعني زدنا قطار ثاني اللي يمشي على الثمانية ونصف هو يعني قطار إضافي لأنه كان طالب كثير ليمشوا الناس الوهران وكذلك العودة من وهران إلى الجزائر إذن كان على الثامنة والنصف يمشي من الآغا نحو وهران على الساعة الثامنة والنصف أيام السبت الثانين والأربع ومن وهران كذلك على الثامنة والنصف هو قطار إضافي بالنسبة للقطار الثامنة هو قطار حادث ليسمى بكوراديا يمشي من وهران أيام الآحد الثلاثة ويوم الخامس يعني خلينا يوم الجمعة فقط من أجل يعني إعادة صيانة على القطار طيب التوقيت يكون طوال النهار أم هناك توقيت معدد لمختلف هذه الرحلات باعتبار أن المسافرين كذلك نجد المحطة تشهد حركية نوعا ما كذلك طبعا يعني من حيث حبت الأفراد يعني السفل نستجيب كذلك يعني إعادة على تكثيف هذه الرحلات إذن حتى يعني من حيث البرمانس يعني نضمنه يعني المداومة نظام المداومة نظام المداومة من أجل يعني ضمان السير الآمن والسليم للقطارات وكذا يعني مساعدة من ناحية الإعلامية أو من ناحية البايع أو كذلك حتى من ناحية على مستوى المحطات أعوان يعني من أجل سلامة وأمن المسافرين بحول الله تعالى جزيلا شكرا لك سيد سمير رقعموري مدير نقل المسافرين على مستوى الشركة الوطنية النقل بسكك الحديد على كل هذا التفاصيل شكرا لك شكرا جزيلا لك شكرا لك طيب مشاهدينا مر الآن إلى موضوع آخر أين تسجل